اشتركوا في القناة وقفزة عملاقة للمعرفة حيث أرسل أساس لما سيصبح فيزياء الكم وراء هذه الكلمة المشتقة من الكمية واحدة من أعظم الثورات العلمية في التاريخ ساعد بلانك في إظهار أن الطبيعة على المستوى دون ذري تقفز من هناك سيكشف الفيزيائيون عن عالم يختلف اختلافا جذريا عن العالم الذي نعيش فيه بشكل عام هناك مقياسان مستمر يمكن أن يكون أي قيمة أي بمعنى الأرقام الحقيقية التي تختلف بسلاسة في مقياس والكم والتي يمكن أن يكون لها فقط قيم منفصلة ومحددة عندما نقود السيارة تكون السرعة مستمرة حيث يمكن السير بأي سرعة يمكن لها تحملها في السيارة الكمية نتمكن فقط من القيادة بسرعات محددة على سبيل المثال 30 كم في الساعة أو 50 كم أو 100 كم في الساعة لنعود إلى الفيزياء قبل بلانك اعتقد الفيزيائيون أن القيم الفيزيائية يجب أن تكون مستمرة لأنها يمكن أن تأخذ أي قيمة ممكنة لكن هذه النظرية طرحت مشكلات خطيرة إذا كنتم تستخدمونها لحساب الطاقة المنبعثة من جسم ساخن على سبيل المثال فسينتج عنها قيم أعلى بكثير من تلك التي لوحظت بالفعل في الواقع لشرح سبب عدم حصولكم على اللون الأسمر عند الجلوس أمام المدفأة طور بلانك الفرضية التالية عندما يتبادل جزيئان الطاقة فإنهما يفعلان ذلك بنفس الطريقة التي تقودون بها السيارة بسرعة محددة عندما نشر بلانك نظريته عام 1900 لم يكن هناك أي رد فعل من الفيزيائيين فقبل فترة وجيزة ادعى البعض أن كل شيء تقريبا في الفيزياء قد تم اكتشافه بالفعل لذلك لم يكن هناك ما يثير الحماس بشأن نظرية بلانك ومع ذلك كانت بداية ثورة رغم أن الأمر استغرق بضع سنوات قبل أن يلاحظها الناس ولم يكن بلانك من طور تطبيقات لنظريته العظيمة كان أول من فعل ذلك هو ألبرت أينشتاين في عام 1905 استخدم نظرية بلانك لإظهار أن الضوء يتكون من حزم منفصلة من الطاقة تعرف باسم الفوتونات هذه النظرية بالمناسبة هي التي أكسبته جائزة النوبل وليس نظرية نسبية التي اكتسب من خلالها سمعة العبقري في عام 1913 اعتمد الفيزيائي نيلز بور على نتائج بلانك لتطوير نموذج للذرة تدور فيه الإلكترونات في مدارات مستقرة حول النوات من هناك بدأ الفيزيائيون في رؤية الآثار المترتبة على عمل بلانك حصل بلانك على جائزة نوبل في عام 1918 ثم في العشرينيات من القرن الماضي انطلقت الأمور بالفعل أصبحت فيزياء الكم علما بحد ذاته مكرسا لفهم طبيعة المادة اكتشف العلماء أن الجسيمات الأولية تخضع لقوانين لا يمكن تصورها في عالمنا إذ يمكن أن تكون الجسيمات في أماكن عدة في وقت واحد والفعل البسيط المتمثل في ملاحظتها يتسبب في تغيرها كل ما نعرفه عن المستوى دون الذر يأتي من فيزياء الكم الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المادة هي كمية وأننا مكونون من مادة لكن على الرغم من ذلك نحن لا نعيش في العالم الكمي تخيلوا لو كنا كذلك هل ستكون هناك حوادث أكثر أو أقل على الطريق إذا قدنا سيارات كمية واضطررنا إلى السفر بسرعة محددة بثلاثين أو خمسين أو مئة كيلومتر في الساعة ستتغير أشياء كثيرة بلا شك ولكن ماذا بعد؟ عندما يتعلق الأمر بهذا فمن المحتمل أن يكون من الجيد أننا لا نعيش في عالم كمي عدم كوننا كميين يسمح لنا بأن نكون أحراراً في الإرادة إنها ميزة كبيرة لدينا على الجسيمات التي نتكون منها